دكتور محمد بدر المدير التنفيذي لمستشفى جمعية المقاصد بيروت موجود معنا اليوم رح نحن أكيد عن الجمعية عن المستشفى يلي طعنا بكتير من الأشخاص وعن مركز السرطان كمين أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا شكرا خبرنا شوي عن جمعية المقاصد يلي عملها على الأرض طبعا كتير والحاجة أصلا كبيرة صحيح جمعية المقاصد تأسف سنة 1930 بواسط الخيرين من أهل بيروت جمعية كانت أول شيء عملوه هي مدرسة كليت البنات يعني من سنة 1930 عملوا كليلة البنات وباهتمامهم بتعاملين البنات والجمعية هي بتقدم خدماتها عبر ثلاث قطاعات قطاع التربوي وقطاع الصحي وقطاع الشؤون الاجتماعي إلى ذلك بذلك المستشفى المقاصد تاب على جمعية المقاصد الخيري الإسلامي تأسست سنة 1930 مستشفى خيري تعليمي جامعي نحن سنويا بتخرج من عند 25 طبيب جراح وطبيب متخصص بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية وجامعة ليل بفرنسا نقدم خدماتنا بالمستشفى عبر قطاعات كثيرة من ضمن مركز سرطان الموجود بالمستشفى المقاصد في بيروت جديد مركز سرطان؟ لا مركز سرطان تأسس من سنة 1997 وهو أول مركز لزراعة نقية العظم تأسس بلبنان وكان أول عملية اللي تعملت بلبنان سنة 1997 لزراعة نقية العظم كانت بالمستشفى المقاصد سنة 2009 تم علاج بالخلايا الجزعية لأطفل عمره أربع أشهر كان عنده ضعف بالمناعة الخاصة فيه سنة 2019 قدمنا 2500 حالة على جيب المستشفى تشخص سنة 2018 293 حالة سرطان وتعالج بالمستشفى المقاصد إذن مركز متابع لكل التطورات الطبية وكل جديد بعالم الطب فعم يقدر مع الوقت يكون عم يسعمل تقنيات جديدة لإنقاذ الأرواح صحيح هل مركز متخصص هو مجاني؟ هو شبه مجاني المركز بالوقت الحاضر المستشفى المقاصد تعمل تقوم بتأسيس صندوق لرعاية وعلاج مرضى السرطان 70% من مرضى السرطان من الطبقة غير ميسورة وبحاجة لدعم فعلا ضروري لعلاجهم وخاصة بالفترة الحالية أمراض السرطان منتشرة كثير المركز السرطان في المستشفى المقاصد بتألف من 26 ستريد للبالغين واتمن أسرة لعلاج السرطان للأطفال إلى جانب المركز السرطان بالمستشفى بيقدم علاجه لعلاج نقل الدم علاج المناعي وعلاج الكيميائي وعلاج رياعة نقية العظم وعلاج زرع الخلال الجزعي لعلاج ضعف المناع عند المرضى وخاصة عند الأطفال فإذن الجمعية عتونا بأمور كثيرة تانية غير المستشفى والمركز ولكن التركيز كون هون لأنه الحاجة كبيرة كيف تقدروا مع هالقدة كلفة عالية للعلاجات تكونوا عم تكملوا هو فعلاً كلفة علاج الأمراض السرطان عالي جداً ومنحتاج لدعم الخيرين والميسورين لدعمنا في علاج هالمرضى هايدي قريباً نحن بـ 24 أول لدينا عشاء خيري لدعم صندوق رعاية وعلاج مرضى السرطان بالـ 4 سيزن لدعم هالسندوق وعلاج المرضى السرطاني بحاجة لعلوه إلى جانب ذلك عنا أبحاث كتير كتير نحن بنصدر كل سنة بمستشفى المقاس 25 بحث علمي بكافة الاختصاصات ومن ضمنها اختصاصات اللي هي إتابة على أمراض السرطان ومضاعفاتها فعلاً الناس بحاجة ماسية للعلاج كلفة علاج كتير عالية هالأيام طويل يعني علاج طويل علاج طويل وكلفته عالية ونحن محتاجين كتير مساهمة الناس لدعمنا لأهم بوجبنا تجاه هالناس اللي فعلاً بيعانوا بشكل كتير فعالي بعد الصور هيك بس برجعوا وبيعملوا لنا جولة على هالموضوع هيدا المستشفى صحيح وقالنا أنه في 28 سرير للبلغين والبالغين والثماني للصغارين كلهم مؤمن الفريق الطب هو فريق طبعاً على مستوى عالي ومتخصص وواضح هيدا أسم سرطان علاج سرطان الأطفال اللي عمينا عرض حالياً مجهز كلياً للوقت الطويل اللي بيقضوا طبعاً بالعلاج خاصةً إذا عم نحكي عن الأطفال صحيح طبعاً أجواء لازم تكون مهيئة لحتى لي يقدر يعني يكمل هالولاد بي نفسي كمان طيبة وأكيد ما بيكفي بس الألوان والحيطان والشال الحلوى كمان أكيد الفريق المتخصص رح يكون إلى جانب هالشباب والصبايا الصغار والبلغين كمان بدون مسندي ومساعدة فإذا التبرعات كيف بتصيروا بأي طريقة غير العشاء السنوية؟ التبرعات بتصير من خلال اللي حيزهر على الشاشة حالياً بمباشرة للمستشفى أو جمعية المقاصد أو عبر البريد الإلكتروني بتصير بشكل مباشر بوسط البريد الإلكتروني موجودة بكافة الأماكن العامة للمساهمين اللي يتبرعوا بشكل مباشر لدعم علاج الأمراض السرطانية في مستشفى المقاصد إذا جاء بالنشاطات الكثيرة حقيقة اللي منقوم فيها للتبرع والمساهمة في علاج من أهل الخير في علاج المرضى اللي بيعانوا من أمراض السرطان عمشوف هون أرقم التليفون للتبرع أكيد الموع الإلكتروني للجمعية بتستقبلوا الجميع أو في حالات بتقدروا تستقبلوا حالة لا لا نحن نستقبل الجميع يعني سنة 2018 40% من المرضى اللي دخلوا للمستشفى كانوا محولين من المستشفى الثاني إلى جانب ذلك 25% من الأمراض اللي بتعاجبوا للمستشفى بيعانوا من أمراض صناطان الدم وأمراض السرطانية فلا نستقبل نحن كافة بتحويلات ونحن عنا تعاون فعال مع مركز سرطان الأطفال ببيروت وبيعلاج الأطفال سرطان الأطفال اللي بيعانوا مننا دكتر محمد بدر المدير التنفيذي لمستشفى جمعية الوقاصة دبيروت أهلا وسهلا فيك شكرا تحيي لكل العمين تمانا بالجمعية وبالمستشفى وأدعوة جديدة للمتبرعين لأن الحاجة ميسة وضرورية والعلاجات موجودة صحيح ما بيصير يكون يعني العائق الوحيد هو المادة أهلا وسهلا فيك شكرا وقفوا ونرجع ونتابع